هيدا طاري وجوليان هيدو اللي اخواتي خمس سنين وسبع سنين اخواتك اللي توفوا اللي ماتوا بالمجزرة نعم اللي صارت بالاغتيال الله يرحمون بيشبهون كتير بشوفوا ان بركة شكيت انه انا جوليان الصغير بالاخص شو بتتذكري منه شو بتحسي بس تشوفيهم بالحنان وبستفقد لهم يعني بشوف هلأ شو كان صاروا كانوا عمرا هلأ بالثلاثينات بركة فكانوا يعني شبيبة بيجننوا ملايك شو بدنا نقول اكتر من هيك صارة كبيرة ما بتسامح القاتل هيدا سؤال بده حديث طويل ما بتسامح او بتسامح هيدا سؤال بده بحث وبده حديث طويل انا بسامح الحياة الحياة انا عشت مصائب كتير كبيرة بحياتي المسامحة بده طوبة اذا الشخص يلي قتلون مع طرف بيلي عملوا ومع بتتاوى بهيدا الموضوع كيف انا فيني سامح حدا مش معترف لا مسامحة من دون طوبة للقاتل صار صدر يعني محكمة كاملة وتامة بهيدا الموضوع والتاريخ يعني بيعرف اليوم انه المتهم بهيدا الموضوع هو سامير جعجع كو بينكر؟ اكيد بده ينكر يعني اليوم اذا اعتذر بس كان فيه محكمة وصدر حكم وقتا انا تابعت الموضوع من قريب جدا يعني سنة بقيت عم بلاحق كل القضايا وكانوا القضاة المسؤولين عن المحكمة محترمين جدا يعني من هو اتهام سياسة؟ فيليب خير الله يلي هو كان من اكبر القضاة بالبلد هو كاتب كتاب وهو بكتابه كمان اعترف انه ما كان فيه اي لعبة سياسية او ضغوطات سياسية عليهم القاضي رياشي اللي هو باللهي اليوم كمان محترم جدا فصدر هالحكم هلأ اكثر فيه كتير مزايدات سياسية واستغلال سياسية البعض قال إليح بايقة هيدا هيدا الاشي اللي عم بيسوقوها بس بس انا ما بوافق لانه انا تابعت الموضوع من اول و لأخر انا قيلته بكتابي وفسرت كتير كل شي بكتابي والمحاضرة تبقية المحكمة موجودة كمان فأي انسان اليوم عن جد بده يفهم القضية لازم يراجع التاريخ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة